بسم الله الرحمن الرحيم مازلنا في شابتر 2 Distributive Statistics, Tabular and Graphical Presentations إن شاء الله هنكمل آخر حاجة في هذا الشابتر كنا قد بدأنا في المحاضرة الماضية في الـ Books and Whiskers Blot وإخذنا أو تعرفنا على الـ Quartiles يعني Outlayers والـ Lower Limits والـ Upper Limits بتاع الـ Books Plot دايب نحسبها عن طريق الـ Inter-Quartile Range هنيجي دلوقتي بقى هناخد إزاي نستخدم 5-Number Summary تكلمنا فيهم المرة الماضية وإزاي بنستخدمهم عشان نعمل كل Structions للـ Books Plot قلت وكنا نستخدم Box Plot وحتاج صلى قسمة للعمل كل 5 כست lean Mount اللوم المنممم ven u First Quartile Denoted by Q-1 Second Quartile أمن المصلوب الرامزة Q-2 Third Quartile Denoted by u3 And the final is the maximum value اللihin يتبع قليما في الـ Datle اللي عمده قلنا ان احنا الباكت بلوت نتميه 5 number summary لان من خلاله اقدر استخرج حاجات كتيرة اقدر استخرج minimum value و maximum value القارت تايلز 3 قارت تايلز اقدر اعرف منه ال upper limits وال lower limit زي ما هنشوف دلوقتي ده نفس الامبال اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت وشرحنا مع بعض ازاي لما يبقى عندي data مكونة من عدد زوجي even number زي 12 هنا حجم ال data بتاعتي sample size 12 business school grade weights رتبناهم in ascending order from the smallest value to the largest value قنا بنقسم من المنتصف هنا القسمة بتاعتي مجاتش على قيمة بعينها جات بين قمتين زي ما احنا شايفين جات بين القيمة 3590 و 3520 ازا ال Q2 او ال medium بتاعي هو متوسط الكلين دولت يعني بقى بجمعهم واقسم على عددهم الو اتنين الداني 3550 كده باخد البيانات اللي هي على يمي على يصار السكند كورتايل او ال medium اللي هما ست قيم لما اجي اقسمهم من نص بأسم هيجي برضو بين كونتين كيو 1 مجموعهم على عددهم يديني كيو 1 هادي كده باخد ال 6 قيم اللي هما على يمين السكند كورتايل اقسمهم من المنتصف هتيجي القسمة بين عددين هما ال 3550 و 3650 اذا ال Q3 هو متوسط هاتين القيمة تاني دايما زي ما اتفقنا قبل كده ان ال Q1 اصغر من ال Q2 وال Q2 اصغر من ال Q3 بعد كده دولت سريستاتيستيكس محتاج معهم ال minimum value او ال smallest value 3310 ومحتاج ال maximum value عشان استخدم الخمس قيم دولت في رسم الصندوق بعد كده حسبنا ال انتا كورتايل رينج اللي هو عبارة عن Q3 3600 مطروح منها 3465 اللي هو Q1 وبعد كده حسبنا lower limit وال upper limit اللي من خلالهم منقدر نعرف ال data اللي عام دي ال data اللي هي دي في التمرين هل فيها قيم stream values او layers ولا لا وقلنا اي قيمة بتقع على يسار lower limit يعني اصغر منه واي قيمة بتقع على يمين ال upper limit يعني اكبر من ال upper limit مني اعتبرها او layers او extreme values بدأت اجمعنا في النهاية بوكس بلوت اللي احنا بنتكلم عليه من البداية خالص الرسمة البسيطة جدا اللي قدامنا دي اللي نقدر نستخرج منها حاجات كتيرة اوية رسمنا هنا اول حاجة البوكس هادي البوكس بتاعي وبقية المسمى بتاع البلوت بتاعي اللي انا بستخدمه في summarizing او displaying للquantitative data لبيانات الكمية بوكس هادي البوكس وهادي اللي هي dash the line الخط اللي هو عبارة عن شرط جنب بعضها ده على اليمين وعلى اليسار dash the line الخط اللي هو شرط ده ده عبارة عن الويسكر عند ويسكر شمال وهنا الويسكر اليمين دولت اللي هو المسمى على بعضه كده البوكس عند ويسكر بلوت هادي صندوق هادي ويسكر زيول يمين ويسار دولت بيكملوا مع بعض رسمناهم ازاي؟ هنبدأ بالصندوق البوكس ده عبارة عن كنا من اليسار بيبدأ عند Q1 لما بسكت خط رأسي من اليسار من هنا من عند نهاية الصندوق من ناحية اليسار على المحور الأفقي هنا تحت القيم خط الأعداد ده خط الأعداد ده طبعا برسيمه بناء على ال data اللي عندي أنا ال data اللي عندي بدأ من 3,910 حتى كده أنا بدأت من 3,000 وبمقشي بمقياس رسم مناسب على حسب قيم ال data اللي عندي بدأت ب 3,000 أزود 200 وهكذا لغاية موصلة ال 400 لأن ال data اللي عندي أصغر قيمة أكبر من 3,000 وأكبر قيمة أقل من 4,000 شوي أنا بحدد خط الأعداد ده بناء على قيمة ده اللي عندي بعد كده بابدأ أرسم الصندوق بناء على 5 statistics أو 5 number summary اللي بكلمنا عليهم هنا هبدأ بالصندوق الأول أشوف رسمناه إزاي بقول هنا بيحده من اليسار اللي هو الخط اللي أنا بشاور عليه الهيليتر ده ده ال Q1 لما بسكت هنا عمود راعة وخط عمودي على المحور الأفقي يديني دايما قيمة Q1 اللي إحنا حسبناها يجي هنا من أقصى اليمين نهاية الصندوق عند ال Q3 لما بسكت خط رأسي كده أو عمودي على المحور أفقي يديني قيمة ال Q3 في المنتصف اللي هو ال Q2 Q2 ده ممكن يقع في أي مكان داخل الصندوق في إمتى يجي على الشمال إمتى يجي في المنتصف إمتى يجي عليه مين ده على حسب قيمة الميدين هنا في التمرين بتاعنا قيمة الميدين قريبة من ال Q1 وبعيدة عن ال Q3 عشان كده الميدين يقع في هذه المنطقة بالتحديد ولو أتقط خط رأسي ينزل كده عمودي يعني يديني قيمة الميدين كمان يبقى السندوق ده بتعرف منه على أكثر من حاجة هنا أقصى اليسار أنزل كده أعرف في Q1 أقصى اليمين أعرف Q3 أنزل من الخط اللي في المنتصف اللي هو يمثل الميدين على المحور الأفقي أعرف قيمة الميدين كمان أعرف من خلاله Q3 ماينس Q1 لو تتذكروا معايا اللي هو كان اسمه الـ 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 المدى الربيعي اللي هو Q3 ماينس Q1 كل دي وأربع معلومات أقدر أعرفهم من السندوق أربع بقية ما أقدر أعرفهم Q1 Q2 اللي هو الميدين Q3 و كمان أعرف IQR ديها قيمة كمان أتعرف على حاجة مهمة جدا اللي هو شكل التوزيع بتاعي أو شكل اللي هو shape بتاع distribution في الحالة دي بطلع كده وبنزل بلاقي الزيل بيستمر أو يمينا في اتجاه المحور الأفقي إذن هنا الشكل بتاع الـ data أقدر أقول إن هي skewed وزراية ملتوية لليمين أو بزد في skewed الزواء موجب يعني ملتوية في اتجاه اليمين زي ما شفنا قبل كده الـ shapes لو رجعته المحاضرة الأولانية ضمن برنامج التعليم من العنبان هل نلاقي ازاي اتعرفنا على shape بتاع data أو distribution من خلال الأشكال المختلفة للهيستو الجامل نفس القصة هنا لما الـ medium بيبقى على اليسار أو كده على طول تبقى الـ data ملتوية لليمين بصد في skewed أو right skewed لما الـ medium ييجي هنا في المكان بكده اللي أنا بأعلم عليه بالـ highlighter يعني جاي قريب قوي من الـ 3 بعرف على طول ان الـ data ملتوية ناحية اليسار lift skewed أو skewed to the lift أو negative skewed الزواء سالب يعني لما تبقى الـ medium في المنتصف على طول عرف ان الـ data بتاعتي symmetric symmetric زي زي التوزيع الطبيعي كده بقى دي كلها معلومات بنتعرف عليها من الـ box plot معرفنا 4 statistics الـ Q1 الـ median الـ Q3 والـ IQR اللي أنا بقى بقسم Q3 ما تروح منها Q1 كمان بتعرف على الـ خمس معلومات أقدر أتعرف عليها من خلال الـ box الـ box plot نفسه بعد كده نيجي على الـ whiskers والخطوط اللي هي مع مرسومة منقطة أو بالشورة دي الـ يميناً ويساراً قال لي انه بيخرج من نهاية الصندوق اللي هو الـ whiskers الشمال الـ lift whiskers ده من نهاية الصندوق وهيستمر يتوقف فين قال لي المفروض بيتوقف عن بالـ mini-mon value وهنا المفروض بيتوقف في الطبيعي بيتوقف عن بالـ maximum value ولكن اذا كانت الـ maximum value او اكثر من قيمة عبارة عنه out layers يعني اكبر من الـ upper limit ديماً يتوقف عند القيمة اللي هي قبلها مباشرة يبقى هو بيستمر من اليسار ويمتد الى اصغر قيمة قبل الـ lower limit ممكن في الحالة بتاعتنا هنا اصغر قيمة اللي هي الـ minimum value وهنا المفروض بيستمر الى اكبر قيمة بس بحيث تكون اصغر من الـ upper limit هنا انا عند الـ maximum value اكبر قيمة في الـ data كانت بتمثل out layer او extreme value ليه؟ قلنا على extreme value لعينا هي اكبر من الـ upper limit لان اي قيمة اكبر من الـ upper limit تعتبر out layer عشان كده توقفنا عند القيمة اللي هي قبلها مباشرة اللي هي كانت 3730 هنا توقفنا عند الـ minimum ليه؟ لان دي اصغر قيمة في الـ data اللي عندي اللي هي في نفس الوقت كانت اصغر من الـ lower limit واصغر قيمة تكون 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 قبل الـ lower limit تكون اصغر من الـ lower limit يعني يعني دايما ما بنعديش الداشد الـ line ما يعديش اللي هو الـ lower limit من اليسار وما يعديش الـ upper limit من اليمين يبقى انا بشوف اقرب قيمة اصغر من الـ upper limit واقف عندها واكبر قيمة من ناحية اليسار بحيث تكون اكبر من الـ outlier مباشرة وتوقف عندها لذلك هنا توقفنا عند الـ minimum value هنا ما يمتعش هنا توقف عند الـ maximum value لان هنا هنا بنعتبرها اوطlier توقفنا عند القيمة اللي هي قبلها مباشرة 3730 وهنا طبعا ده الـ upper limit والـ lower limit اللي هي الخطوط اللي احنا قلنا اهميتها اللي عبارة عن واحد ونصف الـ IQR وهنا واحد ونصف الـ IQR هي دي المساحة دي معناها كده اللي بنرسمهم ليه لان اي قيمة تقع هنا على اليسار هنعتبرها اوطlier واي قيمة هنا تقع على اليمين تعتبر اوطlier يبقى انت لو تجدك الرسمة دي تقدر تطلع لي منها حاجات كتير اوي تقدر تطلع لي منها هل في اوطlier ولا لا هتمثل بـ ناكما كده تعرف انها اوطlier تسقط عمود على المحور الـ تشوف القيمة اللي هنا تبقى يا دي اوطlier هنا هتقول لي مفيش اوطlier لو قلتلك الـ lower limit كام هتنزل بخط عمودي على المحور افقي بتعرف كيمة الـ lower limit كذلك تعرف كيمة الـ upper limit تقدر تعرف كيمة Q1 تقدر تعرف كيمة الـ median باسقاط خط عمودي على المحور افقي كذلك تقدر تعرف Q3 من Q3 و Q1 تقدر تعرف الـ median من مكان الـ median هو السندوق اقدر اعرف البيانات ملتوية لليمين ولا ملتوية لليسار ولا البيانات بتاعتي symmetric كمان بقدر اعرف وقدر اعرف اللي هي اكبر قيمة او نهاية اللي هو الويسكر اليمين عندي ايه بالظبط دي معلومات مهمة جداً ونقدر نتعرف منها من الشكل البطيط بكله ونقدر نستخرج منه حاجات كتيرة جداً وتعرف منه على حاجات كتيرة جداً كده نيجي نتكلم عن العلومات اللي احنا تعملناها بالشرح قللي القوارتايلز بيقولي بقى ان وفي قيم قلني ان البوكس بلوت الصندوق نفسه يمتد من يسار من عند الفيرس الكوارتايل وينتهي عند الثرد الكوارتايل and the width of the box الساعة الصندوق هو عبارة عن ايه اللي هو الانتر كوارتايل رينج ده تعليقات على الرسمة اللي فاتت الميديان قال لي المحور الرأسي او الخط الرأسي اللي داخل الصندوق within the box هو دايما بيبقى داخل الصندوق ياما على اليمين ياما على اليسار ياما في المنتصف على حسب كمتو يقع يسارا ناحية قبل المنتصف السندوق because the median is closer to لأنه قريب من q1 than to q3 the distribution is skewed positively or right skewed or skewed to the right لأن q2 يقع القرب من q1 by using the interquartile range the iqr limits are located عرفنا lower limits وعرفنا upper limits اللي من خلالهم بقدر اتعرف على الداتا بتاعتي فيها out layers ولا ما فيهاش out layers اللي بيخلينا اقدر اعرف هل في out layers or extreme values في الداتا بتاعتي عن طريق ان انا بحسب the lower limits اللي هو بحسبهم عن طريق the iqr blue q1 and 1.5 iqr above q3 for the salary data data اللي في الاكزامل بتاعنا the iqr كان 135 limits بتاعتنا كانت 32162 the lower limit and the upper limit كان 32002 data out side z limits اي data بتقع out side يعني خارج هزين الحدين اللي عندي ال lower وال upper اي حاجة تقع على يسار ال lower واي حاجة تقع على يمين ال upper limit بتبقى من اعتبرها out layers او extreme values ما زلنا بنكمل على تعليقات على الرسمة اللي فادت يعني اي قيمة بتبقى طبعا بصفة عامة ال out layers او extreme values اللي هي قيمة بتبقى مختلفة في طبعاتها عن بقية الداتة اللي عندي يعني قيمة صغيرة اوي عن الداتة يا اما كيمة كبيرة جدا عن الداتة اللي هو الخط اللي هي الwhiskers واحد يسار واحد يمين in figure 2-11 are called whiskers من سميهم whiskers اللي هو ان زيل يسار و زيل يمين The whiskers are drawn from the indices of the box بترسموا من نهاية الصندوق يسارا و يمين من نهاية الصندوق من اليسار بمتد لي ال smallest value ومن نهاية الصندوق من ناحية اليمين بمتد لي ال largest value اللي هم دايما اصغر من ال upper limit و اكبر من ال lower limit مباشرة انا بستمر بال whiskers باليسار الى القيمة اللي هي مباشرة اكبر من ال lower limit و بستمر بالزيل اليمين بتنيني ماشي به يمينا و اتوقف عندي عند اكبر قيمة تكون اصغر من ال upper limit مباشرة معديش ال upper limit hence the whiskers on the left side of the box انتهت فين extend to the smallest data value اللي هي كال 3310 اما the whiskers on the right side extend to cover all all data يعني but the last data value موقفناش عندها ليه لانها بتعد upper limit و لانها في الحالة بتاعتنا اللي هي maximum value بتعتبر outlier عشان كده ما تصدماش ليها بالزيل اليمين توقفنا قبلها مباشرة وعنا لي the location of each outlier is shown with sample اللي هي نجمة كده على طول لما تشوف النجمة دي تعرف ان القيمة المناظرة ليها لما بسكت خط افقي او عمودي او خط رأسي على المحور الافقي على طول عرف ان القيمة المناظرة دي تعتبر outlier او extreme value اللي هي في الحالة بتاعتنا 3925 ترجع تاني مع بعض دي ال stem and delete display اللي خدناه قبل كده ده نفس المثال اللي تناولناه بالشرح مع بعض وشوفنا ازاي رسمنا ال stem and delete display كانت الدات عبارة عن ذكرتك تاني كانت عبارة عن aptitude test ل 50 individual aptitude test كان بيتكون من 150 سؤال وشوف كل شخص من الشخص الخمسين ده جاوب على كم سؤال صح كان الشخص الاول جاوب على 112 سؤال صح من 150 ده جاوب على 72 صح من ال 150 وده جاوب على 69 وهكذا فكانت جيد data بتاعتي بعد كده شوفنا ازاي بنستخدم ال data دي وعملنا ال stem and delete طبعا قلنا شوفنا اصغر كيمة في ال data اللي هيكت 68 واكبر كيمة في ال data اللي هيكت 141 عشان اشوف ال stems بتاعتي هتبق منين فبدأنا ال stems من ستة سبعة ثمانية وتستمرين الغيطة 14 ال stems هنا تمثل عشرات يعني دي ستة فعشرة بستين سبعة فعشرة بسبعين كأنه بحط ثمانية تبقى ثمانين تسعة تبقى تسعين هنا عشرة تبقى مية حداشرة فعشرة بمية وعشرة اتناشر تبقى مية وعشرين مية وثلاثين مية واربعين لطبعا ال data لو ما باقى اقراها انا هنا كنا من ميزاته ان انا كل data فاليي اقدر اقراها يعني انا كانت اللي بتاعة لو كدتك بعمل لي list بأصغر عشرة قيم في ال data تقول لي ال 68 ال 69 ال 72 ال 73 ال 73 ال 75 ال 76 ال 76 ال 81 الواحد وتمانين يبقى انت كده عرفت لي اصغر عشر قيم في الداتا اللي هما من تمانية وستين الى واحد وتمانين طبعا احنا رسمنا اخر مرة لما توقفنا كنا رسمينه بدون ترتيب القيم اللي هي تمثل اللي هي في الاحمر دي هنا رتبناه من الصغير الكبيره هو اثنين تلاتة تلاتة خمسة ستة ستة صفر واحد واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة فالداتا دي كلها تبقى اللي رتبناهم عشان هنستخرج منهم بقى الكورتايلز دلوقتي ما كنا عاوز استخرج الكورتايلز من الاستيم اندليف تسبلين لها Q1 Q3 وال Q2 وهتو اعرف المليمان بالي والمكسمن بالي والوال 5 نمبر سامري لازم ارتب الداتا اللي هي بتمثل اللي هي بالاحمر دي ارتبها ترتيب تصعودي وسطات كل استيم ارتبهم ترتيب تصعودي من الصغير للكبير. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي اعرف الفايف نمبر سامري بتوعنا اللي هي المينمم فاليو اللي هي التمانية وستين الماكسمن فاليو اللي هي المية واحد واربعين بعد كده عشان اجيب Q2 عشان اجيب Q2 اه طبعا اعرف حجم الداتا حجم الداتا او بتاعي اقدر اعرفه من الداتا اللي عنده من اللي 7 8 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 22 24 26 27 28 30 32 34 36 38 40 42 43 44 47 48 49 49 50 يبقى هنا على طول من الستيم اندليف عرفت ان السامبل بتاعي خمسين مفرده او خمسين observation وبالتالي لما اجي اقسم الداتا نطصين هلاقي ان الميديم بتاعي هبقى عارف مقدما ان الميديم بتاعي او التيوت مين هيقع بين كنتين يعني هيقع بين كنتين كده مش هيجي على قيمة معينة لما اجي اقسم المنتصف هيقع بين كنتين اللي هما هتبقى مفرده اللي هي بعد بعد بين اللي هي الخمسة وعشرين والستة وعشرين هاعد الداتا كزا الاتجاه بابدأ من عند اصغر قيمة وبتحرق يمينا يعني بعد التمانية وبعد من التسع بعد كده رجع عد الاتنين والتلاتة والتلاتة والخمسة يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اداشر اتناشر تلاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات القيام هيبقوا 25 مفردة وبالتالي لما أسم هنا بقى سمت من المنتصف تماما على يمين العلامة الحامرة الهيليتر بتاعي ده 25 مفردة أصغر منه و25 مفردة أكبر منه يعني الميديم بيقع هنا بين السبعة والثمانية السبعة طبعا اللي هي 97 والثمانية اللي هي 98 إذن الكيو 2 عشان أحسبهم هيبقى عبارة عن هيبقى عبارة عن 97 زائد 98 ليه لأن الميديم بيقع هنا في المنتصف على 2 97 زائد 98 على 2 يديني قيمة الميديم طيب عشان أرجع وعندها كده أحسب الكيو 1 هاخد 25 مفردة اللي هما أقل من الميديم اللي هما على يصار الميديم اللي هما بيبدأوا من عند الثمانية وبينتهوا عند السبعة طبعا دولت هيبقوا عدد فردي حدد فردي لما جأتم من المنتصف لما جأتم الداتة من المنتصف هتيجي على قيمة معينة مش هتيجي بين كنتين إزاي هتيجي عند المفردات 13 المفردات 13 على يمينها 12 وعلى يسارها 12 وعلى يمينها 12 والمنتصف اللي هي القيمة 13 هتبقى هي الكيو 1 هنعد بازاي هنبدأ من اليسار 8 9 وبعدين نعد الاتنين والتلاتة وهكذا بقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر 11 12 13 تبقى هنا أنا مجأس من المنتصف هلاقي الكيو 1 بيقع عند المفردة اللي هي التلاتة اللي هي تمثل تلاتة وتمانية تبقى هنا الكيو 1 هتساوي تلاتة وتمانية بعد كده عشان اجي حسيب الكيو 3 هياخد الخمسة وعشرين مفردة اللي هم على يمين الكيو 2 احنا هنا قلنا ان دي كيو 2 يقع في هذه المنطقة بقى كل القيم اللي على يمينه اللي هي التمانية والتمانية والصفر والصفر وهكذا الى الواحد دي تعتبر اللي هي المفردات اللي انا هستخدمها لحساب السير دي قرطيل اللي هم عددهم 25 اذا لما اجي أسمن المنتصف هيقع الكيو 3 عند مفردة بعينها هأسم على عند مفردة مش بين كمتين يعني وبالتالي هيبقى عند المفردة رقم 13 طبعا هنا ممكن أعد بطريقتين إما همشي كده أعد بنفس ما مشينا زي ما بنحسب الكيو 1 أعد التمانية والتمانية أعدين الصفر والصفر والاثنين وهكذا او ان انا همشي عكسي بس أعد من اليمين لليسار يعني أعد الواحد وبعدين الاربعة وبعدين الاثنين أعد التمانية ويليها السبعة والستة وهكذا يعني أجلها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر يبقى هي دي المفردة اللي بيقع عندها الكيو 3 اللي هي لما نيجي نقرأها نقرأها هنكتب الحداشر وجنبها تلاتة على يمينها يبقى مية و تلاتاشر الكيو 3 كيو 3 عبارة عن مية و تلاتاشر يبقى أنا هنا قدر تعرف المينموم تمانية وستين الماكسيموم مية واحدة واربعين الكيو 3 كان عبارة عن سبعة وثمانية وتبعة وتتعين زي التمانية وتتعين على تنين الكيو 1 كان تلاتة وتمانين الكيو 3 كان مية و تلاتاشر أنا أحزف الروسون دي بالأريزة بعد كده دي الداتا اللي طلعناها مع بعض من خلال الرسمة المينموم فاليو كيو 1 كيو 3 و الماكسيموم فاليو بعد كده قلنا ممكن زي ما شفنا مع بعض عن طريق ان انا عديت اللي عندي كلها اللي هو كيو 3 ماينس كيو 1 بعد كده جيب اللور ليمت والأبر ليمت واليو للمعادلة اللي احنا عارفنا طبعا هلاقي هنا اللور لمت تمانية وتلاتين والمكسيموم فاليو المينموم فاليو اكبر منه وبالتالي لا تعتبر او تمان الأبر لمت مية تمانية وخمسين اللي هو اكبر من الماكسيموم فاليو يعني الماكسيموم فاليو اصغر منه وبالتالي بنعلق ونقول we can conclude that data don't include any outliers في البيت بتاعتنا في الالت لا تحتوي على اي outliers او اي قيم شازة او متطرفة ناخد مع النوت والكومنت السلم and delete display and box whiskers blot are techniques of exploratory data analysis ويطلق على the two techniques دولة بيسموهم اساليب التحليل البيانات الاستكشافية قال لي من مزايا the advantage of exploratory data analysis procedures is that they are easy to use بتستخدمهم بسهولة few numerical calculations are necessary بنستخدم حسابات رياضية بسيطة جدا box whiskers plot can be can be constructed simply بنقدر نعمله ونرسمه بسهولة بعد ما بعرف او اتعرف على five number summary زي ما احنا شوفنا قبل كده اللي احنا بنجيبه عن طريق ان by sorting data values into ascending order تتيب اصعودي من اصغر قيمة حتى اكبر قيمة وبالتالي كمان نقدر نتعرف من خلاله على الشيب of the distribution can be easily discovered او او شكل البيانات اللي عندي like the steam and belief display the box whiskers plot can also be used to compare between two groups of data تكلمنا قبل كده ان من رزي الsteam and belief اللي هي افضل من الhistogram او الfrequency distribution اللي انا ادر ارسم الback back steam and belief ارسم الsteam and belief رسمتين في ظهر بعض وقارن بين مجموعتين من البيانات كذلك الbox whiskers plot ممكن على نفس الرسمة ارسم two books plots وقارن بين مجموعتين من البيانات بسهولة جدا اقارن بقى حاجات كتيرة زي ما شفنا lower limit هنا بالlower limit هنا upper limit اقارن بال upper limit اقارن اللي هي الQ1 هنا في كل data مع بعضهم اقارن الQ2 بالQ2 والQ3 بالQ3 اقارن هنا في extreme values ولا ما فيش فده مهم جدا انه اقدر ارسم رسمتين مع بعض وقارن بين مجموعتين من الData هنا هنغرض مجموعة من الاسئلة بداني هنا العوائد بتاعت 21 نوع من الاسهم بداني القيم بتاعتهم بداني ارسم باستخدم الData دي وحط هلي في شكل stem and leave display بعد ما تحطها في stem and display ترتبها ترتيب تصعودي تسرد او عمل عمل عملية تسرد للData او القيم اللي عندك او الValues اللي هي اقل من 9 list the rates in 10 up to 11 category هاجي اخد كل الData اللي هي من 10 الى اقل من 11 واسرد ها واسرد الـ median احسيب المدين what are the maximum and minimum rates retail اصغر قيمة او اكبر قيمة في الData هاده كده position number two for following stem and leave display for chart shows the number of units produced the birthday in a factory قداني هنا stem and leave display جاهز زي ما هو قدام كده وقال ان الData دي بتعبر عن عدد الوحدات المنتجة يوميا في احد المصامر how many days where studies حوز يعرف حجم العينة how many observations are in the first class عدد الvalues او الData values او المشاهدات اللي في القلص الاولانية اللي عندي اللي اصاد الثلاثة what are the minimum value and the maximum value list the actual values in fourth row هدي one two three four اللي هو قصاد اللي stem ستة نعمل عمل عملية list تسرد للvalues لقصاد الفورث row list the actual values in the second row و how many values are less than سبعين ما هو عدد القيم اللي تقل عن سبعين how many values are 80 or more اللي هي عبارة عن 80 فأكثر what is the median how many values are between 60 and 89 inclusive شاملا هتين القيمة اي عدد البتا values اللي بقع بين الستين والتسعة وتسين شاملة ستين والتسعة وتمانين ما هقطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح هلطقي بكم في المحاضرة القاتمة على خير بإذن الله سلام on it